وإلى مدينة أخار شعيبا قال يا خوم أبو الله ما لكم من غلاء غير ولا تنقصوا المكيان والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم مريط ويا خوم أوف المكيان والميزان بالخسط ولا تبخشوا الناس أشياءهم ولا تعثروا في الأرض مفتدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنعليكم بحفير قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبر آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنثى الحبيب الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وردقني من ورزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه تركت وإليه أريب ويا قوم لا يجنبنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم كود أو قوم صالح وما توق منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توكوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقوا كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهد كثرتناك وما أنس علينا بعديد قال يا قوم الرهدي أعز عليكم من الله واتخلتمه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخفيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديالهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها أنا أبعدا لمدينة كما بعد الثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقعدوا قومه يوم القيامة فأغردهم النار وبيت سنرد المرود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بسرفت المرفود ذلك من أنباء القرآن قصروا عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناه ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم دادتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما دادهم غير تكبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذابا آخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشقود وما نؤخره إلا بأجل معدود يوم يهت لا تكله نفس إلا بإذنه فمنه شقي وسعيد فأما الذين شعوا ففي النار لهم فيها ذفير وشديق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد